بس على فكرة فيه جزور غريبة وعجيبة قوي انه عمر بيك لطفي مؤسس النادي الاهلي صاحب فكرة نشأة النادي الاهلي من اصول مغربية والوداد اسمه على فيلم موكلسوم فعايزين ايه في الدفل علاقة اكتر من كده نشوف هذا التقرير الصوتي عن عمر بيك لطفي في هذه اللحظة التاريخية 116 سنة على نشأة النادي الاهلي في اي حد بيحب النادي الاهلي مبسوط من النادي الاهلي النادي الاهلي بيسعده جدا يترحم على عمر بيك لطفي اول ما نفكر في نشأة النادي الاهلي نشوف حلق علي بحرية يا نسر نادي الوطني هذا تهتف جماهير الاهلي باسم ناديها العظيم الذي كانت بدايته مجرد فكرة جاء بها عمر لطفي بيك رئيس نادي طلبة المدارس العليا وهو عبارة عن نادي وطني تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للإحتلال البريطاني عمر لطفي بيك عن شرف المنصب التاريخي لرئيس النادي الاهلي الأول لصالح الإنجليزي ميتشيل أنس الذي كان مستشارا بوزارة المالية آنذاك وذلك لتيسير عملية الدعم المالي للنادي ولد عمر لطفي بيك عام 1867 في مدينة الإسكندرية وتتلمذ في مدرسة الجمعية الخيرية التي أسسها عبدالله النديم وحفظ بها القرآن الكريم ثم انتقل إلى القاهرة وعاش في بولاق والتحق بمدرسة الفرير الفرانسية ثم التحق عمر بيك بمدرسة الحقوق وتخرج فيها عام 1886 وعمل في قلم قضايا الحكومة ثم في مكتب سعد زغدول للمحامة ثم قاضيا بمحكمة قنة وفضل الاستمرار في مجال التعليم إلى أن أصبح وكيلا لمدرسة الحقوق وعمره 38 عاما ثم ترك مدرسة الحقوق وافتتح مكتبا للمحامة وظل يعمل محاميا قبل نوفمبر عام 1911 ويعد عمر لطفي أحد رواد الحركة التعاونية على المستوى العالمي وأطلق عليه أبو التعاون في مصر فعندما رأى اشتداد الأزمة المالية عام 1907 وما كان يتكبده الفلاح من ظلم المرابين والمضاربين أخذ يبحث عن طوق نجاه من هذه الأزمات وبعد دراسته في إيطاليا عام 1908 لتعاون الزراعي رأى أن تقتضي الحكومة المصرية بما فعلته ألمانيا وإيطاليا بإنشاء نقابات زراعية في كل بلدة تساعد الفلاحين بدلا من المرابين والمضاربين فلم توافق الحكومة آنذاك فلجأ بعدها إلى إنشاء النقابات الزراعية للإقراض والتسويق التعاوني للحاصلات وبدأ مصطفى كامل وجمع من أصدقائه التفكير في إنشاء نادي المدارس العليا في أكتوبر عام 1905 وبعد جمع رأس المال اللازم لبناء النادي اجتمعت أول جمعية تأسيسية لنادي طلبة المدارس العليا يوم الجمعة الثامن من ديسمبر عام 1905 بأحد قاعات مدرسة الطب لانتخاب مجلس إدارة النادي والتي أصفرت عملية الانتخاب عن اختيار عمر لطف بيك رئيسا للنادي الأهل فعلت أعضاؤه خلال ثلاث سنوات قبل أن يصبح نادي الطلبة والعقل الوطني الذي تجمع حوله أبطال الحركة الوطنية ومنه كانت تخرج المظاهرات ضد الإنجليز عند أي حادث وطني ومنه ظهرت فكرة إن شاء النادي الأهلي للرياضة البدنية